تحتيك إنتاج حربي إيه لا الوضع مش سهل ومش صعب يعني أنا بشوف نجعل خط النادي الإسماعيلي دي ترقومات سنين ولكن خلينا نبني على الجديد اللي إحنا فيه خلينا نتفقل زي بنقول تفقل وبالخير تجدوه ويمكن بداية التصليح أو الإصلاح وجود كابتن عالا بو جريشا وكابتن عماد سليمان وشمانس متحة الورداني على رأس اللجنة الفنية لاختيار من اللعيبة اللي مقدروش هم الوقت يسعفهم وسعيدهم اللي هم يجيبوا لعيبة على مستوى وطموح الجمهور الإسماعيلي ولكن وجود كابتن أهاب دي خطوة إيجابية بنسبة مليون في المية كابتن أهاب كلنا في ظهره كابتن أهاب أخيرا أنا اتفقت مع إدارة نادي الإسماعيلي مع اللجنة الفنية في وجود الكابتن أهاب إنما ما فيش حد متفق مع مجلس إدارة نادي الإسماعيلي يعني أنت مش متفق مع ما فيش حد في إسماعيلية متفق مع مجلس إدارة وإنت حكمت عن الإسماعيلية كلها دخلت فيها بيت بيت وشارع شارع لأ عشان تقول محدش طبعا ما أنت النهاردة عندك أنت زي كانت أنت اللقتي زعلان على ترتيب نادي الإسماعيلي طبعا من إيه؟ من إيه؟ من مين؟ من مين؟ ما ترد؟ أنا ما أحكمش على حد أنا أتكلم على وضع إحنا تحطينا فيه بسبب إيه؟ مين اللي مسؤول؟ ولكن خلينا ننسى السلبيات ونبني من النهاردة نقول للكابتن إيهاب خطوة إحنا كلنا نفسنا نفسنا التوفيق يرجع للنادي الإسماعيلي يبقى مدرب زي الكابتن إيهاب كلنا نبقى في ظهره ابني من أبناء النادي الإسماعيلي وجوده شايف تجمع كبير جدا على وجود الكابتن إيهاب اللي هو بقى متواجد على رأس الجهاز الفني إن شاء الله بإذن الله الفترة الجاية مع رجوع عبد الرحمن مجدي باهر المحمدي إن شاء الله إسماعيلي محتاج معجزة؟ يقدر يرجع معجزة؟ أنا بشوف إسماعيلي محتاج بس الثقة ترجع للعيبة تاني ومطشين نكسبهم هتلاقي إسماعيلي في حتة تاني وأنا بقولك والكلام ده سجله فين اللعيب؟ إسماعيلي محتاج رجوع الثقة لعيبة لنفسها تاني ومطشين ثلاثة نكسبهم بس لأن إنت لما تيجي تشوف الموتوشة اللي إحنا مرنا بيها إسماعيلي كان يقدر الكلام ده إحنا بنقوله من السنة اللي فات تمام يعني إيه الجديد في اللي إنت بتقول؟ الجديد؟ نفس الكلام الجديد وجود الكابتن على أبو جريشة مكان موجود ببا لا مكانش موجود وجود الكابتن على أبو جريشة وليه إصلاحات في تغيير داخل إجازة الكورة بشكل كبير إذا أنت بتدي محاضرة؟ لا أنا كنت طبعا باعتذر الكابتن على أبو جريشة لأن كنت بتكلم على الفترة اللي مسك فيها وعدم الدعم بشكل كبير لأن الناد الإسماعيلي كنا نفسنا يحققوا فطبعا اعتذرت يعني ما ده مش عيب جدا حاجة الحمد لله تزودنا عند الناس لأن كابتن علي بالنسبة لنا ده قيمة وقامة وكابتن علي هو التاريخ الناد الإسماعيلي الاسم الناد الإسماعيلي برتبط باسمه على أبو جريشة فأنا بقول كابتن علي في حمل صعب عليه ولكن تكاتف الجميع الفترة الجاية مطلب جماهيري مطلب من لعبة يعني أنا من خلالك أنا بقول ماتش الجاي بإذن الله إحنا عندنا بإذن الله سيراميكا إن شاء الله هبقى متواجد ورايح أساند الفرقة من المدرجات ما بلاش تروح بقى عشان ما أحصلش لا لا إن شاء الله خلاص لا لا يعني أنا بقولها بقى ما هو عشان ما حدش يقول لأنا راح أعمل ولا أساوي إن شاء الله بإذن الله هبقى أول مساند في المدرجات وقاعد وده دورنا بقى الفترة الجاية خلاص أي حاجات قبل كده حصلت إحنا رميناها هننسيها لأن الفترة اللي